قاسم آمين 18651908 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات قاسم آمين 18651908 ميلادي تأتي بعربي متمتن ومحدث لابق وطاس مبدع ولد من أسترد ببلدة طرى من ضواحي الطاهرة ونشى بالاستندارية وتعلم في مدارسها ثم حضر إلى الطاهرة والتحق بالأزر حيث درس الفقه والحديث والتصوف ثم سافر إلى فرنسا حيث درس القانون في جامعة مونبولي وحصل منها على شهادة البطالوريوس وفي أثنى حياته في فرنسا تعثر بمراءة هناك من حرية المراء وبلوغها درجة عالية من التعليم في المدائس والجامعات ومشارتتها الرجل في الحياة العامة فلما عاد إلى مصر عامل في النيابة والقضاء واتصل بالتعثير من رجالات مصر في ذاية الورد مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبدو وساعد زغلول وغيرهم وتتلمذ بعض الورد على جمال الدين ومحمد عبدو واطلع بالدفاع عن رضية المرأة العربية فدع في كتابه الأول تحرير المرأة 1899 ميلادي إلى صفورها ونيلها حظها من التعليم ومشارتتها الرجل في الحياة العامة وما إن صدر الكتاب حتى قبل بعاصفة شديدة من النقد والتجريح والاستهجان وعارضه الكثير من رجال الفطر المحافظين الذين يتمستون بالتقاليد الموروثة والذين يرون في دعوته معو الهدم يطوض وعطان البيت المصري فإن بارط سمامين للرد عليهم في كتابه الثاني المرأة الجديدة سنة 1906 ميلادي فأثارت أراءه التقدمية جدلا عنيفا ظهر على الصفحات الجرائد والمجلات في صورة مقالات ومسجلات ومناقشات ويعتمد أسلوب تأسمين على الحج القوية والإقناع الهادئ وليس على الأسلوب الخطابي أو المبالغة في التعبير اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد